هذا الأسبوع تعاون جديد بين عمالقة إدارة الأصول في العالم بلاك روك ومنصة كوين بيس بهدف تسهيل الاستثمار في العملات الرقمية للمستثمرين المؤسسيين ومايكل سيلر يستقر من منصبه للتركيز على البيتكوين وتأسيس مجموعة عمل دبي للأصول الرقمية كل هذا وغيرها من الأخبار تجدونها في نشرتنا لذلك دعونا نبدأ ونستعرض أبرز أخبار الأسبوع في كلام كريبتو أخبار عالمية بلاك روك تدخل عالم العملات الرقمية أعلنت عملاقة إدارة الأصول المالية بلاك روك والتي تدير ما يقارب العشرة تريليون دولار عن عقدها شراكة جديدة مع منصة التداول كوين بيس وتهدف الشراكة إلى تسهيل الاستثمار في العملات الرقمية للمستثمرين المؤسسيين سيتمكن العملاء المشتركون بين كوين بيس ومنصة إدارة الاستثمار التابعة لبلاك روك من تداول العملات الرقمية وتخزينها والاستفادة من خدمات الوساطة المالية واستلام التقارير لإدراك مدى تأثير شركة بحجم بلاك روك على سوق العملات الرقمية هل تعلمون أن تخصيص 5% فقط من أصول بلاك روك للبيتكوين سيضاعف القيمة السوقية لعملة البيتكوين اختراق محفظة على شبكة سولانا شهدنا اختراقا لمحفظة على شبكة سولانا والذين تجعله سرقة عملات رقمية بقيمة 6 ملايين دولار من حوالي 8000 محفظة والسبب الذي تم تحديده هو خرق في المحفظة وليس تغرة أمنية في بلوك تشين سولانا حيث تبين في ظل التحقيقات الجارية أن العبارات الأولية لمحفظة تدعى سلوب قد تم اختراقها مرارا وتكرارا تؤكد لنا مثل هذه الاختراقات على أن أفضل طريقة لحماية عملاتك الرقمية هي تخزينها في محافظ منصات التداول المركزية أو المحافظ غير المتصلة بالانترنت أخبار محلية في هذا الأسبوع تم تأسيس مجموعة دبي للأصول الرقمية D2A2 تحت رعاية معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الصناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ورئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تهدف مجموعة دبي للأصول الرقمية D2A2 إلى تعزيز قطاع العملات الرقمية في دبي وتحسين الشفافية من خلال توفير البيانات وأبحاث السوق المتخصصة ودعم مصالح شركات العملات الرقمية والبلوكتشين ونموها يشرفنا أن نعلن أن كوين مينا ستكون عضواً في مجموعة دبي للأصول الرقمية حيث سيمثلنا رئيسنا التنفيذي طلال الطباع ضمن مجلس إدارة المجموعة نحيي دبي والإمارات العربية المتحدة على اتباعهما هذا النهج التقدمي في تبني الابتكار ونتطلع إلى المساهمة بشكل فعال في دعم النمو المستدام لقطاع العملات الرقمية في الوطن العربي خلي عينك على مايكل سيلر يتفرغ للتركيز أكثر على البيتكوين تنحى مايكل سيلر عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة مايكروستراتيجي وتحول إلى منصب المدير التنفيذي وذلك بحدف التفرغ للتركيز أكثر على وضع استراتيجية الشركة لشراء ودعم مبادرات البيتكوين هل تعلم؟ البيتكوين نادرة لقد تم الآن تعديل 91% من معروض البيتكوين الكامل أي قد تم تعديل 19 مليون من 21 مليون بيتكوين هذا يعني أنه لم يتبقى سوى 9% من البيتكوين ليتم تعديلها على مدار 118 عاما أخبار كوين مينا أودع تداول واسترجع أموالك قم بإيداع الأموال في محفظتك في كوين مينا باستخدام بطاقة بيون موني الكلاسيكية أو البلاتينية واحصل على ما يصل إلى 5% استرداد نقدي لا يوجد حد لمبلغ الاسترداد النقدي الذي يمكنك استرجاعه استرد 25% من تداولاتك يمكن لعشرة مستخدمين استرجاع 25% من تداولاتهم عندما يقومون بوضع طلب تداول واحد على الأقل بقيمة 25 دولارا أو أكثر خلال الأسبوعين الأولين من أغسطس وسبتمبر ستنتهي فترة التداول التي تبلغ ثلاثة أشهر في السادس عشر من سبتمبر 2022 والحد الأقصى للاسترداد هو ثلاثة ألاف دولار للشخص الواحد تغريدة الأسبوع يقول مايكل سيلر في هذه التغريدة منذ أن تبنت مايكروستراتيجي البيتكوين ارتفعت قيمتها أكثر من 730% أي 5 مليار دولار وزادت قيمة أسهم مايكروستراتيجي بنسبة 123% تحسن أداء البيتكوين بنسبة 94% مقارنة بالأصول الأخرى اختبر معلوماتك الرقمية الإجابة الصحيحة لسؤال الأسبوع الماضي والذي كان كمعدد العملات الرقمية المدرجة على كوين مينا هو 21 عملة الرقمية سؤال الأسبوع صح أم خطأ؟ إجراء المعاملات على شبكة لايتنين يعتبر أبطأ وأكثر تكلفة من بلوكتشين البيتكوين صحيح؟ خاطئ تجدون الإجابة الصحيحة في النشرة الإخبارية القادمة وهنا وصلنا إلى آخر النشرة سنعود إليكم الأسبوع القادم من نشرة كلام كريبتو